للحديث أكثر نستقبل هنا في الستوديو محمد الضعور مراسلنا في غزة أولا الحمد لله على سلامتك محمد أكثر من 160 يوم وانت في الحرب عشت هذا الحرب هذا العدوان على قطاع غزة في مختلف مناطقه وانت ابن غزة أكيد مش أول حرب تعيشها كيف تحكي لنا هذه التجربة يعني بداية نتمنى السلامة لكل أبناء شعبنا في قطاع غزة بعد 160 يوم من الأيام الصعبة والقاسية والمؤلمة خرجنا من غزة لخرجنا من الموت خرجنا من بين القصف والدمار من بين الجوع والألم من بين المأساة خرجنا وتركنا خلفنا أكثر من مليون واربعمائة ألف نازح يعانون الموت في كل دقيقة وحتى هذه اللحظة ينتظرون بفارغ الصبر وقف لإطلاق النار اليوم نحن نتحدث عن أيام صعبة جدا في مدينة غزة بدايتا في مجمع الشفاء الطبي في المرة الأولى في نوفمبر 21 الماضي كانت هي المرة الأولى التي يدخل إلى مجمع الشفاء الطبي جيش الاحتلال ومحاصرة المستشفى وهدم صور المستشفى واعتقال الطواقم الطبية العاملة داخل المستشفى وكذلك التنكيل واعتقال المصابين والمرضى الذين تواجدوا داخل المستشفى حيث أن آلاف العائلات لجأت إلى المستشفى كونه مكان يعتبرونه آمن لكن جيش الاحتلال قام بعد أن اعتقل عدد كبير من الطواقم الطبية والنازحين قام بالدخول إلى المستشفى وتفجير بعض الغرف في داخل المستشفى بما فيها الأجهزة الطبية ليصبح المستشفى غير قادر على تقديم الخدمة والرعاية الطبية لمن يصل إلى المستشفى بعد أيام من محاصرة المستشفى والطلب من الطواقم الطبية الخروج منه واعتقال مدير عام المستشفى الذي معتقل حتى هذه اللحظة دكتور محمد أبو سلمية ترك المستشفى الجيش مدمرا لا يصلح لتقديم الرعاية الطبية في الثامن عشر من مارس عاد جيش الاحتلال مجددا إلى المستشفى لكن كيف عاد؟ عاد من خلال قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني دخلت إلى المستشفى حاصرته معززة بطائرات حربية من نوع F-16 كانت تشن أحزمة نارية عنيفة من أجل تسهيل دخول الآليات إلى المستشفى حاصرته لم تدع أحد يخرج من المستشفى لحظة الدخول إلى المستشفى هنا يمكن سؤالي محمد مجمع الشفاء هذا المستشفى كونوا دمر قبل أربع شهر وتم اقتحامه من قبل جيش الاحتلال كما تفضلت أنت قبل قليل وحكيت واليوم أكثر من ست أيام وهو حتى اليوم واليوم من هذا العملية مستمرة داخله ماذا يوجد داخل هذا المستشفى الذي يستدعي لعمل لأكثر من أسبوع قرابة الأسبوع حتى الآن وهو مستشفى مدمر سابقا شاهد مجمع الشفاء طبي حملة تحريض إسرائيلية كبيرة منذ اليوم الأول للحرب كان جيش الاحتلال يزعم وجود قادة الفصائل الفلسطينية في داخل المستشفى وأنه من خلاله يتخذونه مقرا لهم لكن عندما دخل المستشفى لم يجد أي حد في الثامن عشر من مارس عندما دخل هو يزعم أن هناك عدد من قادة حماس والفصائل الفلسطينية تواجدون في داخله لم يعترف حتى هذه اللحظة من هم الأشخاص الذين تم اعتقالهم داخل المستشفى نحن نتحدث عن أعداد كبيرة تم اعتقالهم داخل المستشفى سواء كان من المواطنين من الطواقم الطبية المستشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل لا يصله أي من الإصابات الآن لأنه حتى هذه اللحظة الجيش يتواجد في داخله يقوم بعمليات تجريف في ساحات المستشفى لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب قام بإحراق كل المنازل المحيطة في مجمع الشفاء الطبي بعض هذه المنازل يتواجد في داخلها عدد كبير من السكان أحرقها وهم بداخلها قام بقصف منازل على رؤوس قاطنيها من بينها عائلة النونو على سبيل المثال هي على مقربة من مجمع الشفاء الطبي وعائلات أخرى حتى هذه اللحظة فقد الاتصال بشكل كامل فيها عشرات المناشدات تصل بضرورة أن يتوجه الصليب الأحمر لإخلاء هذه العائلات التي منذ أكثر من ستة أيام لا تأكل ولا تشرب ولا يصل إليها المياه والجيش يطلق النار تجاه كل من يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي وأطلق طائراته المسيرة أيضا لاستهداف من يقوم بالخروج من المنازل في محيط منطقة الرمان هذا الوقت هو يطالب الناس ومن هم داخل المستشفى وحتى بالمناطق المحيطة به بالخروج من منازلهم بعد أن دخل إلى المستشفى قام بإخراج عدد كبير من النازحين الذين لجأوا مرة أخرى للمستشفى وطلب منهم التوجه نحو شارع الرشيد من أجل التوجه إلى جنوب القطاع لم يأخذوا معهم لا أغطية ولا فراش ولا خيام ولا أي شيء خرجوا فقط بأيديهم تجاه جنوب القطاع سيرا على الأقدام لكن الجيش نكل بعدد كبير من النازحين الذين يتواجدون داخل مجمع الشفاء الطبي عندما نتحدث عن التنكين ليس فقط في مجمع الشفاء الطبي الذي وحده خرج عن الخدمة نحن نتحدث أن كل مستشفيات شمال القطاع مما فيها مستشفى كمال عدوان المستشفى الأندونيسي أيضا نفس التجربة دخل جيش الاحتلال إلى المستشفى دمر الأجهزة الطبية دمر كل شيء والجديد ذكره أن المستشفيات لم تصل إليها قطرة وقود واحدة من أجل إجراء عمليات جراحية لمن يصل من المصابين المصاب إما أن يبقى ينزف حتى يستشهد أو أن يتم تقديم الرعاية الطبية الأولية له من أجل أن يبقى على قيد الحياة لكن لا عمليات جراحية تجرى لا رعاية طبية متكاملة تقدم للمصابين لأننا نتحدث عن منظومة صحية منهارة كل مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة مستشفيات مدينة غزة خرجت عن الخدمة وكذلك مستشفيات خان يونس التي أيضا خرجت عن الخدمة وتعرضت هذا اليوم أيضا لمحاصرة إلى هذه اللحظة مستشفى الأمل في خان يونس يتعرض الآن لحصار مشدد وخانق وفي داخله مصابين ونازحين وكذلك مجمع ناصر الطب الذي عاد مجددا جيش الاحتلال لتدمير المنظومة الصحية بالمناطق الشمالية أو بقطاع غزة بصفة عامة أم هناك فروقات بين كل استهداف لمستشفى عن دونه هو يريد أن يخرج كل هذه المستشفيات عن الخدمة وأن لا تتعامل مع هؤلاء المصابين نحن نتحدث عن أكثر من 73 ألف مصاب وصلوا إلى المستشفيات الجزء الأكبر من هذه الإصابات وصفت جراحها ما بين متوسطة وخطيرة وهي بحاجة مساء لعمليات جراحية عاجلة لا تعمل المستشفيات فيواجه المصاب مصير الموت المستشفيات الوحيدة التي فقط يجرى فيها إلى الآن عمليات جراحية هم مستشفى أبو يوسف النجار في شرق مدينة رفح والمستشفى الأوروبي فقط هذه المستشفيات التي تعمل وتقدم العمليات الجراحية لكن باقي المستشفيات لا يجرى فيها أي عمليات جراحية وبذلك في حال قرر جيش الاحتلال الدخول إلى مدينة رفح لن يكون هناك مستشفى واحد يستقبل الكم الكبير من الإصابات وأيضا حتى من الشهداء لن يكون بمقدور أي أحد أن يتوجه بهم إلى هذه المستشفيات رفح وكونها كما قلت محمد أكثر محافظة تستقبل أكبر عدد نازحين المنظومة الصحية بها أيضا منهارة تعتبر حتى لو أن النقاط التي بها تعتبر محدودة ما تقدمه من خدمات صحية كيف يعيش الناس وسط كل هذا وخصوصا أيضا وسط الجدل بشأن احتمال اجتياح رفح من دونه يعني من يتواجد في مدينة رفح يشعر على مدار اللحظة بالخوف والقلق والرام لأن التصريحات الإسرائيلية تجاه مدينة رفح لم تتوقف بالمطلق لا يكاد يمر يوم من الأيام دون أن يوجه قادة جيش الاحتلال التهديد لمدينة رفح مدينة رفح ومن يعيش فيها يعيش ظروف صعبة ومأساوية ليس فقط في البحث عن الطعام والشراب بل فقط في النزوح الكثير من العائلات التي نزحت لم تجد أغطية لم تجد فراش لم تجد خيام ومن وجد الأغطية والفراش والأغطية لم يجد مكان ليضع الخيمة اضطر الكثير وألاف السكان لوضع خيامهم على الأرصف أرصفة الطرقات على الأراضي الزراعية في مدارس الأنروا في المدارس الحكومية لم يبقوا هناك متسع نحن نتحدث عن أكثر من مليون واربعمائة ألف نازح يتواجدون في داخل هذه المدينة يضطرون مع كل يوم صباح للبحث عن لقمة عيشهم للبحث للاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على مياه صالحة للشرب والتي هي نادرة وشحيحة وفي كثير من الأحيان غير متوفرة يضطرون للاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على عدة أرغفة خبز باتت أيضا المستشفيات تشهد طوابير طويلة للحصول على العلاج وعلى الدواء المستشفيات تتحمل ضغطا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية لهؤلاء النازحين كل آمال هذه النازحين الآن هي وقف هذه الحرب والعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع حتى لو اضطروا أن يأخذوا خيامهم معهم وينصبوها ويضعوها فوق ركام منازلهم التي دمرتها إسرائيل إسرائيل دمرت آلاف الوحدات السكنية للسكان من سيعود وكثير من من سيعودون إلى مدينة غزة وإلى شمالها وإلى محافظة خان يونس لن يجدوا منزلا يؤويهم ولن يجدوا حتى منزلا من أجل أن يستأجروه ويقطنوا فيه فالظروف ستكون مأساوية وغاية في السوء الآن هم يعيشون يعني واقع صعب وأليم وينتظرون بفارغ الصبر أي بصيص أمل له علاقة بوقف إطلاق النار والذي من شأنه أن ينهي هذه المعاناة الإنسانية شكرا أشكرك محمد الدعور والحمد لله على سلامتك مرة ثانية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك